السلام عليكم إخواني أخواتي من جديد في الدرس الثالث من تعليم اللغة الإنجليزية من مبتدئ إلى محترف على بركة الله نبدأ قبل أن تبدأ استعمل هذه الثلاثة نصائح اللي هي أولا ارتاح وخذ وقتك ثانيا استعمل القلم والورق ثالثا أعد مرارا وتكرارا وخاطب نفسك على بركة الله نبدأ اليوم بأكسلوري فيرب أو الأكسلوري فيربس كجمع يعني الفعل المساعد في الإنجليزية هناك ثلاثة أفعال مساعدة مهمة جدا والرئيسية وهناك غير رئيسية نتطرق لها فيما بعد هذه الأفعال يكون بي لدي هاف يفعل دو بي هاف دو وهي كما قلت فعل رئيسية لأن هناك في الإنجليزية رئيسية وغير رئيسية سوف نتطرق لغير رئيسية من بعد verb conjugation دو هيا بنا لنصرف الفعل دو في المضارح في المضارح the present tense زمن المضارح the present tense هناك الماضي وهناك المستقبل نتطرق لهم من بعد I do everything أفعل كل شيء مثلا I do everything I do everything I do my best أفعل مجهودي I do my best I do my best أفعل مجهودي you do your job أنت تقوم بعملك you do your job عملك your job he does well يفعل بشكل جيد أو يفعل شيئا ما بشكل جيد we do what we like نفعل نحن نفعل ما نشاء we do what we like what ما what ما they do a lot هم يفعلون الكثير they do a lot they do a lot هم يفعلون الكثير الآن سوف نذهب إلى النفي كيف تنفي الفعل negation بالإنجليزية negation negation ولا يمكن خلطه بعبارة negative negative اللي هي سلبي negative سلبي مثلا I do not لا أفعل I do not لا أفعل الأمريكيين يقولون I do not you do not لا تفعل نحن نتعلم الإنجليزية you do not بالأمريكية you do not he does not لا يفعل للذكر she does not لا تفعل للأنثى it does not it does not لا يفعل لا يفعل لغير العاقل حيوان مثلا أو شيئا ما we do not we do not لا نفعل we do not we do not لا نفعل you do not للجمع للجمع هذه لا تفعل يمكن استعمال أنت أو أنتم لا تفعل أو لا تفعل they do not لا يفعل هذه للجمع يعني تتكلم عن ناس they do not لا يفعل verb conjugation have تصريف الفعل have verb conjugation have لدي I have لديك you have لديه أو لديها he has she has لغير العاقل it has هنا تتغير have إلى has has لدينا we have لديكم you have لديهم they have مثلا I have a family أنا عندي عائلة أو فقط لدي عائلة لدي عائلة I have things to do لدي أشغال أعملها I have لدي things أشغال to do أعملها you have everything لديك كل شيء everything مصطلح جديد كل شيء everything كل شيء we have something لدينا شيئا شيئا ما something شيئا ما something we have a big house we have a big house لدينا منزل كبير big house منزل كبير we have a small house لدينا منزل صغير small صغير house منزل small house they have many friends many تعني هنا عدة they have many friends many friends عدة أصدقاء والآن سوف نتعرف على حروف الجر prepositions prepositions كمثلا اليوم سوف نتطرق إلى to prepositions to مثلا have to يجب علي have to يجب علي to تأثي بعد الفعل have الآن ما الفرق بين have وhave to have وhave to سنتطرق إليها الآن have للملكية وhave to يجب علي أو يجب أن مثلا you have to go يجب أن تذهب you have to يعني يجب to go أن تذهب I have to المسترح كامل يعني يجب I have to go to يجب أن أذهب إلى هناك تعني إلى I have to know يجب أن أعرف يجب أن أعرف I have to know I have to know she has to relax يجب أن تسترخي she has to relax يجب أن تسترخي we have to win يجب أن ننال we have يجب أن ننال we have to forget يجب أن ننسى forget ننسى forget to be هذا الثاني أهم فعل في الإنجليزية to be أكون to be والآن هيا بنا لنصرف الفعل be verb conjugation لنصرف الفعل be اللي هو أكون سوف نصرفه في المضارع present tense أنا I am أنت you are هو he is هي she is هو لغير العقل it is نحن we are أنتم you are whom they are سنتطرق للمستقبل والماضي في الحلقات القادمة I am so happy مثلا أنا سعيد جدا I am so happy so جدا happy سعيد I am fine مثلا أنا جيد أو للأنثى أنا جيدة أنا جيد أو أنا جيدة I am fine you are a good boy أنت فتاة جيد you are a good boy you are a good girl أنت فتاة جيدة girl فتاة it is my dog إنه كلبي it is my dog إنه كلبي it is my cat إنها قطتي it is my cat my للملكية my cat we are learning نحن نتعلم we are learning نحن نتعلم you are reading أنتم تقرؤون هذه في صغة الجمع you are reading أنتم تقرؤون I am listening أنا أستمع I am listening I am listening to you أنا أستمع إليك I am listening to أنا أستمع إلى أنا أستمع إلى I am listening to the news I am listening to the news أنا أستمع إلى الأخبار news أخبار we are eating نحن نأكل eating نأكل we are eating مثلا we are eating breakfast نحن نأكل breakfast فطور الصباح breakfast he is eating dinner هذه تنطق dinner مش dinner dinner هو يأكل وجبة عشاء she is eating dinner she is eating dinner هي تأكل وجبة عشاء you are drinking أنت تشرب you are drinking أنت تشرب drinking تشرب you are drinking water هذه الماء تنقر water you are drinking water that is everything ذلك كل شيء for today لليوم أو بالنسبة لليوم thank you وشكرا لكم وإذا أردنا أن نشكرك جزيلا thank you very much شكرا جزيلا وtake care اعتني بنفسك take care وgoodbye وداعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك بتشرب اشترك شكرا